بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيبي عاملين ايه معكم هبة من كانوت بيتك اجمل مع هبة فيديو جديد النهاردة ان شاء الله كده مشتريات حاب اقول لكم الاسعار علشان خاطر كلنا نبقى عارفين الاسعار لو نزلت اشتري حاجة محدش يقدر لو يضحك عليك بما ان الحاجة دلوقتي غالية ونور تعالي معايا كده اقولك الاسعار الحاجة ايه اول حاجة سعر البصل بتمانية جنيه انا مش عارفة هو اضحك علي ولا هو فعلا بتمانية جنيه اه السعر غالي فعلا التماني البطاطس برضو بتمانية جنيه زي ما انت شايفها كده بس يعتبر حجمها كويس انا بحب اشتري البطاطس دي مش بحب اللي هي بيبقى فيها طينة كتير اه بشتري النوع دوت او النوع اللي هو بيبقى فيه رمل مزروع في الرمل اه التماطم يعتبر ارخص حاجة في السوق يلا بقى الحقي خزيني كده لو عايزة تخزيني شوية التماطم لرمضان اه باثنين ونص وبتلاتة ونص يعني بتروح كده سعرها وانت طلع يعني ما بتعديش الاربعة جنيه تلاتة كيلو بعشرة جنيه انا بحب اشتري التماطم تبقى مسكة نفسها اه حتى لو انا هضربها في الخلوط لازم تبقى قدامي الوحدة بوحديتها زي ما انت شايفة كده اه دي سعرها تلاتة ونص في باثنين ونص وفي باثنين جنيه يعني على حسب ما انت بتستريحي يعني انت شوفي الطماطمية بس نصيحة مني لازم تشتري الطماطمية وهي مقفولة وكمان حاولت شو يشيل الحتة الخضرة ديت علشان خاطر بيبقى تحتيها اه اخرام كده وبيبقى فيها دود الخيار بعشرة جنيه اه مش عارفة ليه الاسعار طلعت مرة واحدة كده اه يمكن عشان راجب كل سنة وانتوا طيبين ولا ايه مش عارفة اشتريت بقى شربة خضار كده نص كيلو شربة خضار اه بسلة على فسولية على جزر اه وكوسة نص كيلو دول حوالي بتمانية جنيه او تسعة جنيه حاجة زي كده لان البسلة غالية نور البسلة مش عايزة ترخص خالص اه بخمستاشر جنيه انا لحد دلوقتي لسه مخزنتش بسلة بصراحة مش عارفة هخزنها ازاي وهي سعرها كده خمستاشر جنيه الفلفل الحاجة الوحيدة اللي انا مش فكرة تمنها تقريبا كده بستة جنيه او بسبعة مش فكرة تمنوا او يصامحوني اه فكروني لو في حد نزل السوق النهاردة الجمعة اه واحد راجب كل سنة وانت طيبين يقول لي سعر الفلفل كامل لان مش فكرة خالص معرفش اتمسح من الزاكرة الالبتنجان سعره عشرة جنيه اه برضو غالي جدا يعني لو هتعملي شوية مساقعة اه سعره سعره عالي عشرة جنيه يعني كفاية الزيت اللي هو هيشربه يعني هيشرب قليه كيلو زيت يعني حالة المساقعة دخلالها في 35 جنيه واربعين جنيه يعني اه بس بصراحة دوت انا جايبها شوية عشان هعمله صلاتة بابا غنوك اه الاثنين دول طلعوا كيلو ونص يعني بخمستاشر جنيه اه بتنجان حلوة اوي ومفيد جدا يعني يقطري منه زيادة عن اللزوم بس مش دلوقتي بقى في وقت ما يهو بيبقى بينزل اه رخيص بيبقى بثنين جنيه بثلاثة جنيه لان الولاد بيحبوا اوي عندي كمان ممكن تقطعيش رايح كده وياكلو نيب جد مفيد اوي 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 الولقاس بستة جنيه دي كيلو ونص انا بحب اشتري الحجمها صغير شوية بس للاسف انا ملقتش اه حجم صغير فاضطريت اللي انا اشتريها كلها على بعضيها كده وربنا يساعدني على تقطعها اه قبل كده عملتلكو فيديو ازاي بقطع الولقاس بقشر وقطعه اللي متفرجتش على الفيديو دوت هسيبه لها ان شاء الله في صندوق الوصف اه وسندوق الوصف دوت السهم اللي تحت الفيديو سهم مقلوب كده اه وانت بتتفرج عليها هتلاقي نحية الشمال دوسي عليها هتلاقيه على طول والسلق بتاع الولقاس بجنيه الحزمة بجنيه اشتريت حزمتين واشتريت الشبت والكز برا بتحهم اه كل الخضار ده انا جايبه من سوق المنشية وجبت سمك كمان السمك سعره 30 جنيه اه يعتبر حلو ومش غالي قوي مش رخيص قوي لان خلاص هو سيبت من اول 26 لحد 30 ما بيعليش وما بينقص يعني فيه اللي هو متوسط ب28 وفيه اللي هو الكبير شوية مش كبير قوي يعني زي التعزمان لا كبير يعني حجمه كويس كده قدي الكفة او اكبر من الكف شوية بتلاتين جنيه اللي هو السمك البولتي دي المشتريات اللي انا اشتريتها ربنا يعني على الاسعار ويكون الاسعار خفيفة شوية لان كده الدنيا هتبقى صعبة قوي مش عارفين حتى نخزن اي حاجة لما بتيجي مثلا انت خزني بسلة هتخزني ايه هتجيبي ثلاثة كيلو بخمسة واربعين جنيت خزينهم كثير قوي يعني ربنا يعنى وربنا يلحمنا على الاسعار وياريت الاسعار ترجع تنزل تاني حتى البطاطس المفروض البطاطس الوقت ده تكون نزل التمنها لكامل تلاتة جنيه متعودين عليها في الشتة شهر واحد واثنين وتلاتة ده بتوصل كمان لجنيه ونص دلوقتي مش هايزة تنزل خالص تمانية جنيه بطاطس تمانية جنيه خلاص يعني تعودنا على كده بروح اجيبت تلاتة كيلو بطاطس بربعة واشرين جنيه كتير قوي كتير قوي 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 يا جماعة ما ينفعش كده والله ده فيديو بس انا حبيت اقولك الاسعار عشان ما يدحكش عليك لان في اماكن تانية الاسعار فيها عالية قوي يقولولي في التعليقات انتو عندكو الاسعار زي عندي كده ولا عندي بيتحكوا علي مع انه سوق شعبي يعني سوق بتاع ناس شعبيين فياريت كل حد بيسمعني يقولي فعلا الاسعار بتتروح كده من تمانية والخيار بعشرة والبتنجان بعشرة ياريت تقولولي يا جماعة في التعليقات بعد اذنكم بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم النهار ده لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدسيلي لايك ولو انت اول مرة تشرفيني ما تنسيش تدسيلي اشتراك وتفعال الجرس عشان يوصل لكل الفيديوهات بتاعتي اشتراك وتفعالي شكرا